طيب خلينا نروح نشوف أهم الأخبار على ساشة ميدي نبتدي بعمر جمال اللعب الأهلي اللي نشر صورة على انستجرام مع أحمد عدل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي السابق ومصر مقصع الحالي أثناء حضورهم حفل زفاف وكتب عمر مين أشيك واحد في مصر ورين صورة كده لا أعتقل لا عمر عمر أشيك ماشي أما أحمد محمدي كابتن منتخب مصر فنشر صورة صورة الفريق على انستجرام وكتب أسبوع جيد مع المنتخب الوطني فوزين والتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2019 نشر كمان محمد ينيني اللعب أرسن ومنتخب مصر صورة على تويتر وكتب ألف مبروك التأهل لكأس الأمم الأفريقية تأهل مستحق من أجل إسعاد الشعب المصري مرحلة وانتهت ونتطلع للمرحلة الأكثر أهمية في الفترة المجبلة أما عمر طار المحترف في أورلاندو سيتي الأمريكي فنشر على انستجرام فيديو وعلق عليه فبراير 2017 كنت بحلم بجناء النشيد الوطني بينما أشاهد الفراعينة في نهاية كأس الأمم الأفريقية في أكتوبر 2018 غنيته الأول مرة يا له من شعور تعالوا نروح نشوف الفيديو طبعا شعور لا يوصف ان انت تكون كنت بتتفرج على النشيد المنتخب وانت بتتفرج التلفزيون وكان نفسك وانت لعب نفسك تكون متواجد ففي الآخر حلمك بيتحقق عمر طرق في فراحة من اللاعبين المميزين جدا في خط الدفاع نكمل أخبارنا على السوشيال ميديا أحمد حسن كوكا المحترف في أولمبياكوس اليوناني نشر صورة على انستجرام وكتب سعيد بالتأهل لأهم أفريقيا 2019 ولكن للأسف تعرضت الإصابة في اللحظات الأخيرة سعود بقوة قريبة من شاء الله التوفيق وعالميا نشر الألماني مسعود أوزيل لعد أرسنال صورة على انستجرام وعلق عليها دائما المباراة الأكتر أهمية هي المباراة القادمة نستعد جيدا للقاء لستر سيتي زي ما احنا عادينا نهاتش لستر سيتي وأرسنال هيكون يوم الاثنين وطبعا دي من المباراة اللي بتبقى كبيرة جدا في انجلترا وحتكون في لال مباراة الدور الإنجليزي ونشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر فيديو تحت عنوان لوحة فنية من إبداع النجوم برشلونة الكلاسكو عنوانها الشغب قوامها المتعة الهمها تعالوا نشوف اللوحة الفنية دي طبعا ده مع اكتراب مع عدة مباراة ريال مادريدو وبرشلونة في الكلاسكو وأكيد مباراة كلنا بنستنيها لكن اعتقد أهميتها بتقل شوية مع رحل كريستان رونالدو كنا نشوف منافسة قوي جدا ما بيننا في رقتين في زل تواجد رونالدو وميسي لكن بشكل عام تبقى مباراة قوية جدا ريال مادريد وبرشلونة كمان عن الكلاسكو اللي كلنا بنستنيه نشط صفحة بليتشير فوتبول على فيسبوك صورة لنجمي برشلونة وراء المادريد ميسي ومودريتش اللي بيلبسه القميص رقم عشرة وكتبت عشر أيام على الكلاسكو الكلاسكو خلاص كمان عشر تيام نروح للنجم الفرنسي أنتوان جريزمان اللي نشر صورة على تويتر من احتفاله بأحد أهدافه وكتب بحسة الفكاهة الأهم من الهدف هو الاحتفال طيب نشر كمان كليان بابي نجم باريس سان جرمان فيديو على صفحته على انسي جرام من زيارته لماسكت رأسه بوندي علشان يحتفل معهم بكأس العالم وكتب شكرا بوندي تعالوا رح نشوف الفيديو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة